موسيقى مساء الخير مرة تانية قلت لحضراتكو قبل الفاصل ان الخرافات هي عدو الطب اللدون لان بالاساس لما ظهر الطب ظهر عشان يمحي كل الخرافات ويزود من وعي الناس وثقافتهم عن جسمهم وطبعتهم ففقرتنا دلوقتي ومن منبر الطب وبلسانه هنمحي كل الخرافات المتعلقة بالعلاج بالأعشام وهنعرف ازاي نستفيد من العشام دي في تحسين حالتنا من الامراض ونوضح للمشاهدين كل الأخطاء الشائعة والمعلومات الغلط اللي بتنتشر للأسف بالناس كتير عن العلاج بالأعشام وكمال هنعرف هو ينفع أن نسميه طب بديل ولا هو مجرد تكميل لدور الطب الأساسي كل ده هتجاوبني عليه ضفتي العزيزة الدكتورة مهة سامي واستاذ السموم الاكلينيكية في طب إن شمس سأخير دكتورة اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك في الحكيم في بيتك الحقيقة أول سؤال يقفز لزهني وزهني المشاهد يعني ايه السموم الاكلينيكية السموم الاكلينيكية معناها دراسة السمية لأي مادة بنقابلها سواء كانت دوة أو عشاب أو الزم أو عشاب أو حتى أي مواد كيموية بنستعملها في البيت أو في المصانع فالدراسة السمية لأي مادة وتأثيرها على جسمنا وتأثيرها على جسمنا تمام طيب أول حاجة عادينا نعرفها يعني ايه؟ عشب طبي هو الأعشاب في العموم هي نباتات طبيعية طبعا لكن بيعرف العشب الطبي أنه أي جزء من أجزاء النبات سواء كانت جذور أو سوق أو أوراق أو زهور أو البذور حتى بس لازم يكون داخلها مادة تحتوي على مادة فعالة أيها والمادة الفعالة دي يجب يعني يكون لها خصائص وتأثيرات كيموية أو دوائية وفي الحالات دي بس أطلق عليه عشب يمكن التدوي به يعني بمعنى ايه مادة فعالة؟ طبعا الخضار والفكهة فيها مواد فيتامينات ومعادن لكن تقصد إيه بالمادة الفعالة؟ المادة الفعالة حتى في الخضار ما هو الفيتامينز واللي بيحتوي عليها بعض الأوراق زي الفواكه وكل الكلام ده برضو بنعتبرها مادة فعالة بس أنا قصدي إن العشب نفسه لازم جزء الأجزاء بتاعته دي تحتوي على مادة فعالة يعني ممكن عشاب أو نباتات ما يكونش فيها مواد فعالة؟ يعني مادة فعالة عشان أقدر أستخدمها كعلاج عشان كده قلت الحديثة لازم يكون لها خصائص لازم يكون لها خصائص دوائية مادة فعالة لها خصائص دوائية طيب العلاج بالأعشاب بسرعة كده هل نعتبره طب بديل عن الطب ولا شيء تكميلي بيساعد الطبيب؟ أوكي علشان نطلق على أي حاجة طب بديل أو طب تكميلي لازم يكون مقنن مقنن الجرعات ويسابق لي للدراسات والأبحاث العلمية لكن ما قدرش أقول على أي تداوي بأي شيء بدون تقنين أو دراسات أنه طب تكميلي أو بديل هو طب التكميلي ده بيبقى مصاحب للطب التقليدي اللي احنا عارفينه والطب البديل بيبقى بديل لعلاج الطب التقليدي في حالات معينة لكن عشان أقول أنه طب بديل أو طب تكميلي يجب يكون مقنن جرعاته ومعروف عن العلاج يعني الأعشاب زي ما فهمت كلام حضرتك ما هواش بديل هو بيكمل بيكمل ويساعد الطبيب في شغله بيكمل ويساعد في شغله ويجب كمان أن يكون مقنن يعني لازم يكون تحت إشراف الطبيب ويكون الطبيب هو اللي وصفه تمام يفهم طيب المواد الفعالة اللي حضرتك قلتها دي ولها تأثير طبي لها تفاعلات كيموية وتشتغل على الفيسيولوجي اللي هو وظيف الأعضاء فيعني الكلام ده كله الناس يعني مستهينة بي شوية يعني هو ده الخطورة بتيجي في كده يعني لو خدت كمية كبيرة من مادة فعالة وبتشتغل على القلب مثلا ممكن تسرع ضرباته أو تبطئ ضرباته بتشتغل على الجهاز الهضمي بتشتغل على العصاب فيريد برضو توضحي للناس الحتة بتاعة التفاعلات دي المادة الفعالة اللي بيحتوي عليها أي عشب أو نبات بتؤثر تأثير دايريكت على أجهزة الجسم مباشر ومفروض نتعامل معاها زي أي أدوية تقليدية لأن الأدوية التقليدية محتوية على مواد فعالة وكذلك الأعشاب وفي منها كتير جامل أعشاب طبعا في أدوية عادة الأدوية الكيموية هي لها النسبة الأكبر في صناعة الأدوية لكن جزء من صناعة الأدوية بيعتمد على الأعشاب والنباتات لو أخدنا مثلا مثلا زي المورفين بناخده من نبات الخشاش الأوبيوم والأسبرين بناخده من الولو يعني فيه شركات أدوية بتستعين بالأعشاب بس بقى استخلاص وتحليل وجرعة ونقاء المادة لازم حضرتك طبعا يكون المادة الفعالة دي تخضع للدراسة أولا عشان أعرف الجرعات المناسبة والدراسات طويلة المادة والأبحاث لازم تكون تمت بشكل كامل علشان نقدر نتعرف على ديناميكات الدواء وطريقة سريانه في الجسم والإفاكت بتاعه التأثير على أجهزة الجسم وده بيطيح للطبيب يتابع ويقدر يحدد أي من المواد الفعالة دي تناسب أي نوع من أنواع الشخص ده والمرض ده بالزبط تمام أنت حقيق كمان سبقتيني في إجابتك للسؤال اللي جاي أن كل الناس بتقول لك تم الأدوية ويمكن العطار يقول لهم كده الأدوية من أصلها أعشاب الفرق الفرق كبير دكتور يعني الأعشاب المتدولة لا سابق لها أبحاث ولا معروف الجرعات بتاعتها ولا بنقدر نحدد إذا كان ليها أثار جانبية أو ليها سمية إذا تعدت جرعة محددة اللي يقدر يحدد كل الكلام ده الطبيب الطبيب الأدوية مثلاً ما عددتش بتحقق نتيجها ولا إيه اللي حصل وطبعاً الانتشار العلاج وتداوي بالأعشاب مش بس موجود في مصر موجود في كل دول العالم وده نتيجة الإحساس الناس والاعتقاد السائد دايماً أن الأعشاب دي لأنها المصدر بتاعها طبيعي أنها آمنة تماماً وأننا ممكن أخذ منها بكميات كبيرة زائد أنها سهلة الشرة يعني بمنتهى سهولة وأرخص طبعاً وبدون وصفة طبية ما لهاش أي تقييد طبعاً ده يعني ده كل ده بسهل زائد أن في حاجة نقطة يعني معينة أن الأبحاث اللي فالد على الأعشاب دي للأسر المعترف بيها المعترف بيها قليلة ومحدودة جداً فبالتالي مشاكلها غير معلنة بالنسبة للأطباء وغير معلنة للناس فالناس طبعاً بتعتقد أن الأثار الجانبية والسمية دي خاصة بس بالأدوية التقليدية فبالتالي بتلجأ للأعشاب طيب يعني عايز بقى الجزء اللي حالك عايزة مهتماً نكتكلمي فيه اللي هي خطورة التداوب الأعشاب بالطريقة اللي بنستعملها والأنواع الخطرة من هذه الأعشاب هو خطورة الأعشاب زي ما حضرتك تفضلت أنه ممكن الناس تخدها بمنتهى سهولة وبجرعات عالية والمدة طويلة وفي الوقت نفسه ده بيبقى مش تحت إشراف طبي ولا مراخبة ولا متابعة ولا عمل تقف الجسم بالزبط وبعدين في حاجة تانية مهمة كمان حضرتك قوي أنه هو المريض ممكن يستبدل العلاج العشبي ده يعني يستبدل أدويته اللي موصوفة عن طريق الطبيب المختص بالأعشاب بالكامل فيترك الدواء الموصوف حصلت مع الإنسولين وناس وقفت إنسولين في نوع أول سكر وراحوا مننا بسبب أنه ستعمل عشب أفتكر أنه بيخفف السكر للأسف ده طبعا ده سبب يعني بيبيننا قد إيه الخطورة بتاعة التداوي بالأعشاب فيه طبعا حضرتك أعشاب كتيرة جدا كان مفروض إن الواحد ياخد باله منها كويس قوي بذات معه لو كان بياخد أدوية مصاحبة ليه يعني تداخل المادة الفعالة للعشب مع الأدوية اللي المريض بياخدها ده بيسبب مشاكل كتيرة جدا ندي مثل كده حضرتك مثلا عندنا زهرة الكاموميل اللي الناس كول لها بتاخدها أنا معايا زورة ليها زورة ليها الكاموميل مالها مالها حضرتك زهرة الكاموميل حضرتك بمنتهى السهولة ممكن لو حد أخدها مع أدوية سيولة الدم بتزيد من نسبة سيولة الدم من مفعول الدواء بالزبط وهي بريئة ولطيفة وبنعمل منها مشروب بالزبط هي ممكن لو اتخذت يعني لوحدها ما تعملش أي مشاكل بس مقنن كمان حضرتك كمية عشان كده الدكتور لازم يعرف كمان في الأدوية دي بالذات أنا بشرب ايه وبكل ايه ده فايدة وجود الطبيب طبعا هو الطبيب طبعا بيدي تعليمات محددة لما بيدي أدوية سيولة الدم بأنه هو بينبه على المريض أنه ما يخدش الكاموميل بكمية كبيرة وبرضو ممكن ينبه عليه أنه هو ما يخدش الجنسنج ولا الجنسنج برضو عندنا صورة ليه وبيستعمل في حاجات كتير قوي يعني أنا برضو فوجئت هون هو ممنوع على الناس اللي بتاخد أدوية سيولة أهو الجنسنج أهو بيستعمل الزهرة وبنستعمل الجزور بتاعته بالزبط والجنزبيل والجنزبيل كمان حضرتك مفروض أن احنا ناخد بالنا برضو إذا كان المريض برضو بيستخدم أدوية سيولة كورتها برضو يا جماعة زهرة ومادة الإكنيسين حضرتك أساس الإكنيسيا مادة الإكنيسين حضرتك أساساً مستخرجة من الزهرة دي بس بنستخدمها كمستحضر طبي لرفع المناعة لكن مش مفروض دي موجودة عندنا في مصر إكنيسيا دي حضرتك في أمريكا فده مش مفروض طبعاً كل أمراض المناعة مش مفروض ياخدوا العشب ده لأنه بيتضارب مع الأدوية اللي بياخدها وحتى لو ما أخدش الأدوية برضو بيتضارب مع التفاعلات في جهاز المناعة عندي سؤال مركب بس هو بيخدم حاجة واحدة في الآخر هل في مستوى رقابة رسمية عندنا في مصر كافي على الأعشاب وتدولها وبيعها؟ وإيه الإجراءات بالتالي لو إحنا ما عندناش المستوى ده اللي نحد فيها من موضوع العلاج بالأعشاب بعشوائية يعني؟ هو حضرتك الرقابة على الأدوية المقننة المنتجة من أصل عشبي ده طبعاً في رقابة حضرتك من الصيدليات لكن الرقابة على وفي هيئة اسمها الرقابة على الدواء في البلد لكن الرقابة على الأعشاب مفيش طبعاً مش محلات كتير بتباعها وقدام الجوامع ومعارض الأندية يا فندم وبيبعوها حضرتك حتى على إنها نوع من أنواع السبايس لا لا ده يقول لك ده للتخسيس وده للسكر وده للضغط ومقسمهم وأنا أعرفش إيه اللي جواه ده حضرتك ليها مشاكل كبيرة جداً بالذات اللي هي تقليل الوزن لأنها بتأثر على الكلا وبتأثر على الكبد على الكبد لا ده فيه ملحوظة حتى تقولتي هالي قبل ما نبدأ تصوير إن العشب وهو بيتجمع ممكن يتجمع معاه حاجات تانية ممكن تبقى سامة طبعاً حضرتك العشب أساساً ممكن يبقى فيه شوائب كتيرة جداً وممكن يكون يحتوي حتى على الميبيدات الحشرية اللي ترشد بيها فطبعاً ممكن كده بقت أكتر من مادة فعالة وكلهم لهم تأثير وزادت خطرته حضرتك لو كانت الميبيدات الحشرية دي طبعاً بكمية كبيرة طيب أنتو كقسم بقى سموم ومركز سموم كبير في عين شمس أنا عارف لو حد خد عشب بأي كمية وجاله مضاعفات أو أثار جانبية يعمل إيه؟ إيه الإسعاف الأولي لغاية ما يجيلكم أو لغاية مروح المستشفى؟ هو طبعاً الإسعاف الأولي حضرتك ما مش حاجة خالص ولا يأكل ولا يشرب ولا زي ما دايماً يعني طبعاً حضرتك إنه هو يحاوله خليه رجع أو يشرب ميا بملح علشان ده طبعاً فيه خطورة من مكان الميا والملح علشان كده ممكن نعلي نسبة السوديا مجامد قوي في جسمه ده ممكن يعرضه لمخاطر أكتر من مخاطر من العشب نفسه هو مفروض يتجه حضرتك على طول للمستشفى أو لقسم السموم عندنا وطبعاً الطبيب ويجيب مع العشب أهم حاجة يجيبه معاه طبعاً هو بس حضرتك طبعاً إحنا بناخد ميجرز عامة حتى لو ما تعرفش بالزبط حتى لو ما تعرفش العشب اللي المريض واخده طبعاً طبعاً فيه حاجات أنتو بروتوكول بتمشوا عليه في الإسعاف وفي العلاك برسي جداً يا دكتورة الحقيقة فقرتنا بالأسف خلصت الموضوع كبير وشيق ومهم جداً ومشكرك على وجودك معنا النهاردة وعلى تصحيحة المعلومات كتير أكيد كانت غلطاً بالكتير من المشاهدين وهدي الفرصة أننا نصحح كل الغلطات دي ونكون ثقافة ومعلومات اللي هتحدد بها تصرفاتنا تجاه صحتنا كلها معلومات صحيحة وخالية من أي خرافات قبل ما نطلع لفاصل أقول لكم ما تسمحوش لحد أن يستغلكم وينشر أي خرافات طبية عشان يستفيد الأغراض مادية خليك دايماً مع المعلومة الصحيحة والدقيقة واستشارة طبيبك الخاص هو أحسن حاجة تعملها فقراتنا وموضوعاتنا إسا ما خلصتش هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم في موضوع آخر وضيف آخر استنوني بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة